يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في زيارة لعمل لرئاسة وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبية ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع برئاسة شكري وجاسف بوريل نائب رئيس المفاوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وبمشاركة عدد من وزراء خارجية الدولي للاتحاد الأوروبية هذا ويشهد مجلس المشاركة التوقيع على اتفاق إطارية يتيح لمصر الاستفادة من المزيد من برامج الاتحاد الأوروبي الفنية خاصة في مجالي التعليم والبحث العلمية كما سيشارك شكري في اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وأمين عام جامعة الدول العربية مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي وعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء للاتحاد وذلك للتشاور حول تطورات الأزمة في غزة ومستقبل القضية الفلسطينية